اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله في هذه العجالة نتكلم عن مسألة مهمة جدا إن شاء الله نصيحة للمصاب بسحر ومس وفي نفس الوقت تحذير من تخريفات الراق المخرف الراق صاحب الدجل والكهانة صاحب الحوار والاستعانة نرد عليه في مسألة من مسائل الرقية التي يجول ويصول بهواه وبجهله ويكذب على المرضى المساكين والمرضى المساكين جهلة يعبثون بهم هؤلاء الرقات الكهنة في كل مكان وفي كل وقت واحين للأسف الشديد المعلوم من الحديث الصحيح لمشهور الذي رواه البخاري في كتاب الوكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة فقال أبا هريرة يا رسول الله شك حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم معه أبي هريرة رضي الله عنه عن ذلك الجني الذي وجده في بيت مال المسلمين وذلك الجني جعل يحث من الطعام فأخذه أبي هريرة وقال له لأرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ذلك الجني إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة فقال أبي هريرة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة المهم الشاهد من الحديث لما قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما إنه قد كذبك وسيعود ماذا قال أبي هريرة قال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخدته فقلت لأرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم فعل هذا ثلاث مرات وهو يعني يطلب من أبي هريرة أن يتركه لأنه محتاج وعليه عيال وهو صاحب حاجة شديدة فيتركه أبي هريرة ثم يرجع أقول إذا كان هذا الشيطان أو هذا الجن المتشكل جاء يحث من طعام بيت مال المسلمين يسرق فإذا أمسك به أبي هريرة تذرع بأنه صاحب عيال وصاحب حاجة ثم يقول له لن أعود فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم سيعود وفعلا رجع هذا الشيطان رجع من أجل السرقة فقط فإذا كان هذا الشيطان يسرق التمر فقط ورجع ثم رجع ثم رجع فما بالكم بالشيطان الذي يتلبس بجسدي المسعور بسبب الانتقام أو بسبب العشق فهل لا يرجع إذا حاوره ذلك الراقي صاحب الدجل والخرافة هل بمجرد أن يحاوره ذلك المخرف يخرج ويستسلم له وهو قد تكلم معه أبي هريرة وما أدراك بل قال له لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك رجع إذا كان الذي حاوره وهو متشكل وكان يستطيع أن يقتله وهو متشكل لأنه متشكل ليس مثل ذلك الشيطان الذي هو بجسد الإنسان وقد يكون خارج جسد الإنسان ومتحكم فيه بسبب السحر فلا يستطيع أن يتخلص منه الراقي الراقي لا يراه يسمع صوته فقط قد يكون بالجسد وقد يكون خارج جسد حتى ولو كان داخل الجسد ليستطيع أن يتخلص منه الراقي بعض الرقات يقول له تخرج وإلا أحرقتك وإلا عذبتك وإلا قتلتك وهو يكذب في الحقيقة هذا الراقي يكذب كيف يقتله أين هو هل يراه إذا كان يراه فهذا مسحور أو ساحر وإذا لم يكن يراه فليستطيع أن يفعل له شيء هو يقرأ القرآن قد يهرب قد يذهب قد يبتعد قد لا يذهب على حسب قوة السحر فالذي يقول هذا المخرف غير صحيح غير صحيح أنه يعذبه إذا لم يخرج أو إذا لم يذهب هذا من جهة من جهة أخرى إذا كان متشكل هناك يستطيع الرجل أن يقتله لأنه متشكل وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحرج عليه فإن لم يذهب نقتله هذا شيء معروف في السنة المطهرة ومع ذلك أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم معه وأراد منه أن يذهب قال له أنا صاحب عيال وصاحب حاجة ماذا قال له أبي هريرة قال له لا أرفع عنا أمرك يعني إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك رجع رجع يعني الشيطان الشيء الذي جعله يرجع مع وعيد أبي هريرة له وتهديده بأن أمره سيرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك رجع فما بالكم الشيطان إذا كان مع راقي مخرف راقي لا يعترف ولا يعرف فتاوى العلماء ولا يتبع العلماء ولا يتبع القرآن ولا يتبع السنة فكيف يلعب به الشيطان إذا كان يكذب على أبي هريرة فما بالكم أنه لا يكذب على هذا المخرف الراقي المخرف ومع ذلك رجع مع أنه يريد طعام فقط فما بالكم بالشيطان إذا كان متسلط على جسد الإنسان المسحور بسبب الانتقام أكيد يرجع ويرجع ويرجع ألف مرة لماذا؟ لأنه جاء من أجل الانتقام وليس من أجل الطعام فقط فما بالكم بالشيطان المتسلط على جسد المسحور بسبب العشق فإنه يرجع ويرجع ويرجع ألف مرة لماذا؟ كما قال ابن تيمية من غيرة الشيطان على عشيقته الإنسية قد يصل به الحد إلى قتلها قد يصل به الحد إلى الانتقام منها بالقتل والعياذ بالله فهذا الشيطان لم يأتي إلا من أجل الطعام ومع ذلك رجع ثلاث مرات أي بمعنى الشيطان إذا قال للراق المخرف سأخرج وأذهب وأصلح ما أفسدت وإنني دخلت إلى الإسلام هذا يكذب قد يرجع وقد يرجع بهذا الدليل هذا من جهة أخرى مدام السحر موجود في جسدي المسحور يرجع الشيطان يرجع تأكد بأنه يرجع ولو ظهر أنه قد خرج لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أو شهر أو شهرين أو سنة يرجع الشيطان اللعين لماذا؟ لأن الشيطان جاء من أجل هدف أرسله من أجله الساحر أو جاء من أجل هدف يخصه إما الانتقام وإما العشق فأكيد يرجع بل أصلا لا يخرج هل يستطيع أن يؤكد لنا الراق المخرف صاحب الدجل والكهانة بأن الشيطان خرج في تلك اللحظة فعلا استسلم أو دخل إلى الإسلام وخرج لا يستطيع أن يؤكد إذا أكد لنا ذلك أي بمعنى أنه يراه فإذا كان يراه إما أنه مسحور أو ساحر فلا نأخذ بقوله إذن الشيطان يرجع إذا رجع بتهديد أبي هريرة له الصحابي الجليل وما أدرك أبي هريرة وفي وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدده بأنه يرفع أمره إلى النبي ومع ذلك رجع ومع ذلك رجع فما بالكم مع راق مخرف بعيد كل البعد عن الرقية الشرعية وبعيد كل البعد عن الكتاب والسنة وبعيد كل البعد عن اتباع العلماء وفتاوى العلماء أي بمعنى أيها المسحور أيها الممسوس لا تختر بتلك المسرحية وبتلك التمثيليات التي تجري بين راق الخرافة وبين الشيطان الجني وأنه قد خرج وأن المرضى قد شفوا وأن المرضى قد أصبحوا ما شاء الله حتى ولو فرضا أصبحوا كذلك فتأكدوا أيها المرضى المصابون بسحر فإن الشيطان الذي كان بكم إذا ذهب سيرجع ولو بعد حين لماذا يرجع؟ يرجع بسبب المهمة التي جاء من أجلها وأيضا يرجع بسبب وجود السحر فإن لم يرجع ذلك الشيطان نفسه يرجع شيطان آخر لوجود السحر السحر يجعل المسحور عرضة لجميع الشياطين فلذلك سبحان الله أبي هريرة رضي الله عنه لما وجد هذا الجني في بيت مال المسلمين يحثم منه الطعام الطعام السدقة لم يدعوه إلى الإسلام ولم يجادله ويناقشه ويحاوره لم يجالسه لساعات وساعات من أجل أن يدعوه إلى الإسلام بل أمره بالذهاب وأن لا يرجع فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك الشيطان الذي وجده في صدر عمر بن العاص أمره بالخروج أخرج عدو الله أنا رسول الله هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو أن يطلب منه الذهاب وأن لا يرجع وليس يطلب منه أنه من أين جاء ومع من جاء وأين هو في الجسد وكم عددهم في الجسد ومتى دخل في الجسد ومنذ سنوات لما كان الطفل أو كان هذا المريض طفلا في بطن أمه كيف تسلط عليه وهو في الرحم وكذا 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 ويسأله عن الغيبيات التي هي عبارة عن غيبيات عن الإنس وهذا كله فعل الكهان هذا كله فعل الكهان وقد بينت لكم مرارا وتكرارا فتاو العلماء في هذه النقطة فأبي هريرة رضي الله عنه لم يناقشه ولم يجادل ولم يحاور ولم يدعوه للإسلام ولم يجلس معه لساعات وساعات بل أمره بالذهب وأن لا يرجع ورفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشيطان في حد ذاته وهو كاذب قال الأمر الذي يدفعنا ويبعدنا ويحول بيننا وبينكم هو آية الكرسي هو آية الكرسي وليس الحوار هو آية الكرسي وليس الأنشيد هذا الراق المخرف رأينا له مقطع يرقب الأنشيد سبحان الله وليس كلام الذي لا معنى له ذكر أسماء وأنواع أسماء وأنواع الجن حيا قد كلب حرباء خنزير تنين فيل أسد لم يترك شكلا ولم يترك نوعا من أنواع الحيوانات إلا وذكرها في الرقية يتلوها ويقرأها كأنها قرآن منزل وأتباعه مرضى وأتباعه حقيقة مرضى مصابون بالسحر والمس أو أنهم يعملون معه ومن شاكلته لذلك ينشرون له هذا الضلال وينشرون له هذه البدع والخزعبلات وهذه الخرافة ولا ينظرون ولا يلتفتون إلى أي عالم من العلماء مهما كان ذلك العالم قديم أو حديث قديم أو معاصر فهم لا يعترفون بأي عالم لماذا؟ لأنهم يتبعون طريقه ويتبعون سبيله المخالف لسبيل المؤمنين في العلاج المرضى بالرقية الشرعية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا تختروا بذلك الحوار الذي يفعله لأنه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وعرضهم فأنا أنصح المسعور الممسوس حتى ولو أحس بأن الشيطان قد خرج منه ولن يرجع لا يختر بهذا بل عليه وعليه أن يواصل العلاج وأن يقرأ القرآن وأن يتحصن وأن يعتكف على الأذكار والأدعية والنوافذ والطاعات والقربات لكي يزال السحر إذا أزيل السحر حتى ولو رجع إليه ذلك الشيطان اللعين لا يستطيع أن يتسلط ولا يستطيع أن يتحكم فيه لماذا؟ لأن السحر والنقطة التي كان يتكئ عليها في تحكمه وتسلطه على جسد المسعور قد زالت فإذا أزيلت تلك النقطة قد زالت تحكم الشيطان وقد مثلت لكم مرارا وتكرارا بالقمامة والكلب الكلب إن وجد قمامة بجوار البيت يأتي حتى ولو طرته يأتي ويرجع يذهب ويرجع يذهب ويرجع حتى ولو قتلت ذلك الكلب يأتي كلب آخر لماذا؟ لأن القمامة لم تزال بل القمامة لا تزال على حالها ولا تزال في مكانها فإذا أردت أن تتخلص من الكلاب والقطط وتتخلص من الحشرات تخلص من القمامة وأيضا إذا أردت أن تتخلص من تسلط وتحكم شياطين الجن على جسد المسحور تخلص من السحر عالج السحر أزيل السحر بإذن الله سبحانه وتعالى فلذلك نجد الكتاب والسنة يتحدثان كثيرا وكثيرا عن إزالة السحر أكثر مما يتحدث عن إخراج وطرد الشيطان فلذلك أزيل السحر يزال أمر الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى أما تلك التخريب والبدع والضللات والخزعبلات والتجارب والكهانة التي خرج بها رقات العصر أو خرج بها كهان العصر ما تزيدكم إلا مرضا ما تزيدكم إلا تعبا وعناء ونصبا ما تزيد الشيطان إلا تسلطا وتحكما وتمسكا في أسادكم وفي عقولكم وفي أرواحكم بل في أموالكم وأعراضكم فلا تلتفتوا إلى هؤلاء الرقات أصحاب الخرافة والدجل لا تلتفتوا إلى هؤلاء الرقات والله وبالله وتالله بعيدون كل البعد عن الرقية الشرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا